يتكلم على الحاجات اللي كانت ندرة في الوقت ده وكانت بتهتم من خلال الأزياء الأمولات أو الحلية اللي كانت بتلبسها أو أي أن كان كمان على طريقة اللبس الملابس نفسها شكلها عامل إزاي حاجات كتيرة جداً كانت موجودة على المستحضرات التجميل من الطبيعة كمان لا ما فيش كلام أنت عندك النهاردة لو بتنظر على المقابر كده وتشوف هتلاقيها بتبص تلاقي الطراز بتاع الثياب أو الفساتين بتاعة النساء في مصر القديمة لازال في بعض منها كتير مستخدم يعني هتلاقي فيه الفستان تلاقي فيه البليسيل اللي انتو بتسموه البليسيل اللي هو التطبيقات دي موجود مصور على المقابر ولازال في استخدامنا احنا عندنا العزفات هم معانا كمان وبعدين هتجد على رأسها قمع من اللي هو متصور فيه قمع كده ده قمع العطر ده ده كانت دايما تتعطر به وكانت تزهر في المآذب والحفلات به فالمرأة دائما وأبدا هي تهتم بنفسها صحيح صحيح تهتم بنفسها لا لزوجها ولا لنما لذاتها حتى تظهر بمظهر طيب ففي المقابر ظهرت في وظائف كثيرة بائعة وطاهية وتذهب إلى الحقور تساعد في الحصاد كهنة وبعد ذلك أو قبل ذلك وبعد ذلك هي ملكة صحيح صحيح ظهرت ملكات عندنا في المساعدة طيب احنا معانا نمازج كمان للبروك اللي كانوا بيرتدوها السيدات بشكل عام انه هما كان بيكون في اختلاف في شكلها الالهة حطحور كمان من الالهات المشهورة وليها طبعا عدد كبير جدا من النقوش أو الاعمدة الخاصة بيها وما كانتها في مصر القديمة كالهة لا هي المرأة صورت زي الرجل بالزبط في البانثيون أو في المجمع الالهة المصرية القديمة كانت مصورة في عدة الهات في كانت الالهة موت والالهة إزيس والالهة حطحور إلى آخره فالمرأة أيضا لم تنسى دورها أيضا في الديانة المصرية القديمة صحيح فكانت أنسة من ضمن المعبودات وكانت ملك يعني إذا كانت إلهة فهنشوف إلهة إزيس دي هي كان لها دور في الأساطير المصرية القديمة وأساطير في أنها تحافظ على كيان الأسرة المصرية القديمة مش ممكن نكون من نتكلم على المرأة المصرية من غير من نتكلم على الملك توت عن خأمون وزوجته يعني من الحاجات وزوجته دي في منتهى الروعة الحقيقة دي فيها روعة منظر في منتهى الرومانسية هذه الملكة عن اسم با أتون وهي بمسك بعض العطر في يدها وتأخذ منه وتلامس بشرة الملك وهو جالس في الحديقة هم في حديقة القصر أيوه ويدلك على هذا أن حتى اللي هي اللي حوالين الرأبة للأرض هنا بتلاقي بتطايرة كده متطايرة شوية ده معناه أن فيه هوى ورياح وبعدين فيه قرص الشمس فوق واضح جدا أن هم يعني هي بتظهر نوع من الحنان والرابطة والعاطفة الجميلة العاطفة تجاه زوجها وهو أيضا في هذه الحالة يبادلها حنانا بحنان يعني أكيد أكيد لكن هو يعد طبعا من أشهر الملوك في دولة الحديثة لأنه هو مقبرة الوحيدة التي كشفت كاملة في الحضارة النصرية القديمة وإن كان كان يعني عصر عصر قصير جدا اشتركوا في القناة